موسيقى أهلا بكم مشاهدينا هيئة استثمار النجاف تسحب الرخص الاستثماري للثلاثين مشروعا متنوعة في المحافظة ولأسباب متنوعة لكن لماذا تتلك الشركات الاستثمارية الراغبة في العمل داخل البلاد عن العمل وفي شأن آخر في النجاف أيضا ما هي أسباب انخفاض أسعار السكن رغم الحاجة الملحة للوحدات السكنية في عموم مناطق المحافظة نناقش هذين الملفين مع الأكاديمي والخبير المالي الدكتور صفوان عصي أهلا وسهلا بكم معنا دكتور أهلا وسهلا بكم أهلا بكم مشاهدينا السحب الرخص الاستثمارية من الشركات هو آخر الإجراءات التي اتخذتها هيئة استثمار النجاف بحق الشركات المتلكة التفاصيل مع هذا التقرير هيئة استثمار النجاف اتخذ سلسلة قرارات لتحسين الأداء وضبط المشاريع الاستثمارية في المحافظة حيث عمدت إلى سحب ثلاثين إجازة الاستثمارية متلكية وفرض شروط جديدة على المستثمرين وخاصة لجهة رصانة الوضع المالي وامتلاك القدرة الفعلية على إنجاز المشاريع تم سحب أكثر من ثلاثين إجازة استثمارية نتيجة تدكع المستثمر وعدم التزام بقانون الاستثمار دقم 13 سنة 2006 معدل ووضعت آليات وضوابط لغير الاختيار المستثمر الكفو من خلال تقديم خطة مالية معتمدة من مصارف مالية معتمدة وفق القانون لغرض منحة إجازة استثمارية وتتأكد الهيئة من خلال عدة شروط من مقدرة المالية وقدرة الحقيقية والفعلية بتنفيذ المشروع وتقول الهيئة التي منحت أكثر من مئتي رخصة الاستثمارية حتى الآن أن أهمية المشروع تكمن في جدواها الاقتصادية وتحقيق التوازن في السوق بين المنتج المحلي والمستورد الأجنبي تختلف المشاريع الاقتصادية من حيث جدواها ومن حيث منفعتها تبعا لما تحققه من قيمة مضافة إلى اقتصاد المنطقة لما توفرهم فرص عمل إضافة إلى مخرجات هذه المشاريع راح تساهم بإعادة توازن ميزان تجاري وميزان المدفوعات غير أن إجراءات هيئة الاستثمار لن تكون كافية لوحدها بحسب المختصين في إنجاح الاستثمار في البلد ما لم يكن هناك تعاون من جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة المشروع الاستثماري أو أي مشروع هو عملية كاملية ليس المشروع بذاته وليس قانون الاستثمار لوحده وإنما هناك مجموعة عوامل كثيرة تساعد على الارتقاء بالمشروع ونجاحه كل هذه المجامع وهذه الهيئات إذا لم تكن مؤمنة بالمشروع سيصاب المشروع بالتلكؤ والعجز وتحاول هيئة الاستثمار تفعيل النافذة الواحدة للتقليل من المعوقات التي تواجه المستثمرين دكتور صفوان يبدو أنه هيئات الاستثمار بدأت بإجراءات جديدة في مجال الرقابة على المشاريع ومنفذي المشاريع تقييمك لهذه الخطوة بسحب رخص الاستثمارية من المشاريع المتلكية الحقيقة هيئة الاستثمار في محافظة النجف بالفترة الأخيرة سحبت 30 رخصة حقيقة تشكل 15% من إجمال الإجازات المملوحة ومعنى أن نسبة الفشل حقيقة هي 15% هذه 15% حقيقة يتحملها الطرفين هيئة الاستثمار لماذا لم تتبنى عملية تقديم الضمانات المالية قبل هذا التوقيت بالتأكيد المستثمر يفترض أن يقدم دراسة جدوى اقتصادية تتضمن أبعاد المشروع من حيث التوقيت من حيث الكلفة من حيث المواصفات من حيث لطاق المشروع يفترض عملية إدارة المشروع يتم من خلالها تبني تقليل هذه المخاطر وتجنبها يعني لم يكن بسبب الشركة المنفذة يعني في أجزاء منه كان يخص الهيئة الاستثمار نفسها طبعا بالتأكيد أنه تقول ما ما وفرت الكلفة المناسبة بالتأكيد الفشل يتحمله الطرفان يفترض على المستثمر أن يدرس البيئة البيئة الاستثمارة قبل القيام بعملية الاستثمار فلماذا يعني ظهرت لديه مخاطر لم تكن متوقعة بالتأكيد يعني مثلا موضوع التكاليف وارتفاع التكاليف التمويل وعملية توفير التمويل الغرامات وفرضها على المستثمرين أثناء تنفيذ العمل وليس لاحقا هناك الحقيقة مجموعة من الخطوات والآليات يمكن من خلالها تجنب عملية تلك المشروع طيب هنا السؤال يطرح نفسه ليس من الغريب أنه شركات أجنبية تتلكع يعني شركات غير عراقية أجنبية طيب الشركات الأجنبية ما أدها التصور للبيئة ما توضع دراسات مسبقة قبل الدخول في المشروع بالتأكيد يعني كلمة محلي ليس كل المحلي هو غير ذات جد واقتصادية وليس كل الشركات الأجنبية هي بالمواصفات اللي نعتقدها يعني يفترض التعامل مع شركات رصينة وتفعيل موضوع الضمانات المالية وتأمين يعني ما هو الهدف؟ الهدف هو أن يلتزم الطرفان في تنفيذ المشروع لأنه بالتأكيد المحافظة محافظة النجف والمحافظات الأخرى تعاني من نفس المشكلة يعني عملية تقييم الدراسة الجدوى من قبل جهات متخصصة في هيئة الاستثمار جهات فنية وجهات رقابية يعني لم نلاحظ دور إلى ديوان الرقابة المالية مثلا الاتحادي في فحص إجازات الاستثمار يعني نحن نطالب بالحد من الفساد لكن أين دور الرقابة في منح الإجازة سحب الإجازة عدم تكرار الفشل يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى الفشل يفترض بحث هذه الأسباب ومنعها منع ظهورها في مكانات أخرى بالتأكيد الشركات الأجنبية أكثر حرصا على عملية تنفيذ مشروعها لأن الشركة الأجنبية عندما تنفذ مشروع سوف يتم هناك مشروع آخر في محافظة أخرى يمكن أن تستفاد بي إذن لا تجد موضوع سحب الرخص هو يكفي لتدارك مثل هكذا وضع دائما عندنا تكرار لموضوع المشاريع المتلكية هناك من يشير بأصابع الاتهام إلى الابتزاز السياسي إلى الفساد المالي والإداري أنه هؤلاء هم وراء التلكؤ في المشاريع وإلى تراجع الاستثمار في العراق نعم أشرت إلى موضوع البيئة الاستثمارية حقيقة البيئة الاستثمارية تتضمن الشفافية عملية خلق فرصة استثمارية نلاحظ على موقع هيئة الاستثمار الوطنية العراقية هناك مجموعة مشاريع مطروحة للاستثمار لكن فترة التنفيذ غير محددة يفترض عرض هذه الموضوع وإجراء منافسة عادلة بين جميع المتقدمين نحن نعلم أن هناك جهات سياسية تدعم الشركات للحصول على فرصة تثمارية لتخطي التكاليف السياسية يفترض الحد من هذه الظاهرة أنا طبعا اعتمدت على ديوار رقابة المالية باعتبار جهة محايدة تستطيع حد من ظاهرة الفساد بالتأكيد لو كانت الجهة المتقدمة جهة دولية يفترض أيضا تفعيل دور شركات التدقيق الدولية الكبرى التي تستطيع التأكد من مصداقية المنفذ مكانة المنفذ الدولية نحن نتعامل مع أوراق الأوراق يمكن من خلال البيئة المحلية ممكن توفيرها نتعامل مع نماذج مستندات حقيقة تستند على أرقام معدى وفق النظام المحاسبي الموحد الذي يعاني من مشكلة التكدفة التاريخية يعني عملية منح الاستثمار إجازة الاستثمار هو عبارة عن توفيض للمستثمر بالعمل كيف نستطيع عدم يعني عدم إعطاء إجازة وهمية بالتأكيد عملية الفشل يعني أن الإجازة التي منحت كانت تترتب عليها تبعات اقتصادية على المحافظة وعلى العراق بشكل عام نعم في البيئة الاقتصادية كيف تجد تأثير الحملة التي أطلقت إعلاميا لمكافحة الفساد طبعا بالتأكيد نحن ندعم هذه الحملة بكل ما نستطيع لكن عملية الفساد الممنهج بالحقيقة هو المفروض التركيز يكون على الفساد الممنهج من خلال محاسبة المشرع في عملية تمرير لقوانين قد تؤدي إلى الفساد نعم هدر المال العام بالتأكيد يعني إذا كان متعمد هذا الهدر يفترض أن يتحاسب من قام بعملية توفيض الصلاحية لهدر هذا المال العام هناك الفساد المخفي أنا باعتقاد هذا الفساد المخفي هو جزء بسيط من نسبة للفساد الممنهج الذي يفترض أن نركز عليه ونصلت الضوء عليه أكثر كيف يمكن ضمان النجاح في هذه الحملة ضد الفساد ويقال بأن هناك 20% من العراقيين يقدمون الرشاوة للموظفين يعني الفساد صار ثقافة في العراق طبعا بالتأكيد الاستثمار في الرقابة الاستثمار في الرقابة الداخلية أولا باعتبارها هي الملاسقة للمشروع ملاسقة للعقد الاستثمار في التكامل بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية تفويض صلاحيات قانونية للمراقب للمراقب بحيث يتعامل مع هيئة مستقلة قانونيا وإجراءات فورية وعملية تعميم يعني التشهير بالفاسد يعني نحن لدينا منظومة من الفساد يفترض على الجهات المتعاونة في الحد من هذه الظاهرة أن تشهر بالفاسدين عندما يكون هناك فساد متعمد طبعا الفساد بالتأكيد هو عملية استغلال المصلحة العامة لأغراض الخاصة هذا يفترض أن يتم تشهيره ويفترض أن نضع دليل تفصيلي للحد من ظاهرة الفساد هناك جهود مباركة الحقيقة الكل يسعى وعملية التحول من الفساد إلى اللا فساد بحاجة إلى زمن هناك خطوات يفترض أن يتم تبنيها من قبل الحكومة ومن قبل البرلمان لعملية تفويض للصلاحيات لديوان الرقابة المالية وربط جهات قضائية بديوان الرقابة المالية خاصة بالفساد المالي والإدارة نعم في أقل من دقيقة عندي دكتور بعجالة ما ممكن الذي يقدمه للاستثمار الأجنبي حتى نغريه إلى الدخول في السوق العراقية طبعا بالتأكيد المستثمر الأجنبي يفترض أن يتقدم على مشاريع كبرى فيفترض الهيئة الوطنية للاستثمار يعني لاحظت أني المشاريع المقدمة من قبل محافظة النجف أو هيئة الاستثمار في النجف كلها تصب في جانب الخدمات يعني باستثناء مشاريع خجولة لمعمل الإطارات يفترض المشاريع التنموية الستراتيجية يتم تبنيها القدرات المحلية غير قادرة على الدخول في مثلا مشروع مترو النجف أو مشروع مثلا محطة توليد الطاقة الكهربائية النومية لاستغلال اليورانيوم الموجود في محافظة النجف باعتقادي هذه الفرص الاستثمارية لو أتيحت للشركات المتعددة جنسية قادرة على تنفيذ مشروع على الأرض نعم اسمح لي نذهب إلى فاصل بعد الفاصل مشاهدنا سنفتح معكم ملف الإسكان ومشكلاته لا تذهبوا بعيدا أهلا بكم من جديد مشاريع سكنية واسعة شهدتها محافظة النجف في السنوات الأخيرة مما خففا من وضع الحاجة للوحدات السكنية لكن هل هذا الإجراء كان كفيلا بالفعل في خضي أسعار السكن؟ لماذا ما زالت المحافظات المختلفة في العراق تعاني من قلة الوحدات السكنية وغلائها المفرطة؟ وما الإجراءات الممكن اتخاذها للحد من هذه الأزمة المتفاقبة؟ التقرير الآتي يصلت الضوء على انخفاض أسعار السكن عذرا وأسبابه في أن جفرين الشاهد رغم أنها تصنف ضمن المحافظات الأكثر غلاءة في أسعار العقارات والأراضي السكنية في العراق إلا أن النجف شهدت في الفترة الأخيرة انخفاضا كبيرا في الأسعار نتجت عنه حالة من الفتور في أسواق بيع الأراضي والعقارات في المحافظة الحالة المعيشية تغيرت كان الموظف مثلا مرتب بضعة ترتيب الوضع شوية الظروف المالية الاقتصادية الوضع يعني صار أكون نوع من الفتور حتى جايطون بالأقصاد البعض ارجع السبب إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد حاليا والتي أثرت بشكل مباشر على قدرة المواطن على التداول في أسواق العقارات السبب الأول هو عدم قدرة المواطن على تداول الأموال في العقارات السبب الثاني بهبوط أسعار العقارات في النجف يعود إلى الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية أكثر الأراضي الزراعية تحولت إلى أراضي سكنية آخرون اعتبروا أن تحول مساحات زراعية واسعة إلى مناطق سكنية تباع بأسعار زهيدة وتغطيتها بالخدمات الأساسية على عكس المجمعات الرسمية أثر كثيرا على أسعار العقارات في المحافظة العشوائيات أو المناطق المتجاوزة الزراعية يكون مبلغها عادة أقل من التصميم الأساس أو المدن السكنية الموجودة بالنجف خلت الناس تتحول إلى أن تتسكن بالعشوائيات توفر البناء التحدية والخدمات من ماء كهرباء مجاري مدارس يمكن ومستوصفات موجودة بالعشوائيات أكثر من مناطق السكنية المفروض أنه تؤهل ويؤكد المعنيون أن الإجازات الاستثمارية السكنية لعبت هي الأخرى دورا كبيرا في هبوط الأسعار للوحدات والأراضي السكنية دكتور صفوان هذه مفارقة في النجف أنه استمرار أزمة السكن لكن الأسعار انخوضت للقطع السكنية أو للبيوت السكنية حقيقة الجانب الأمني يكون حاضر في عملية تغير أسعار العقارات في النجف الحقيقة النجف محافظة مستقرة كياسم بالظروف التي مر بها العراق فشهدت موجة هجرة الحقيقة من بغداد باتجاه النجف بعد سنة 2003 حاليا بغداد الجانب الأمني مستقر وبدأت الحياة تعود إلى ما كانت عليه فباعتقادي هناك هجرة معاكسة من النجف إلى بغداد أدت إلى هبوط أسعار العقارات في محافظة النجف أيضا للنازحين وعملية استقبال محافظة النجف للنازحين في فترة قبل إنهاء ملف داعش أيضا للنازحين الآن يعودون إلى مناطق شقناهم فأدى إلى زيادة عرض العقارات جانب أيضا أشار التقرير جانب التوسع في استثمارات العقارية هناك أكثر من عشر تالاف وحدة سكنية لشركات مختلفة أنجزت على الأرض ووفرت بيئة عرض مناسبة للعقارات صحيح يفترض إعادة النظر في مسألة الأقصاط من أجل أن تكون بمتناول الجميع هناك من بحاجة إلى السكن لكنه غير قادر على اقتناء هذه الدار السكنية لا تزال الكلفة عالية يفترض فترة الاسترداد للدار السكنية أن لا تكون ثلاث سنوات هناك بعض المشاريع السكنية المطروحة للبيع في محافظة النجف فترة الاسترداد المستثمر يبحث عن استرداد الأموال بطريقة جدا سريعة يفترض إعادة النظر طبعا مع انخفاض أسعار النفط التي أشرت إلىه في مداخلتك الحقيقة بالتأكيد انخفاض أسعار النفط أثرت على كل القطاعات بما فيها العقارات ولو بعد حين نعم نعم وانخفاض أسعار النفط أثر بالفعل على كل القطاعات الاقتصادية طيب أزمة السكن أموما مو فقط في النجف في العراق تتفاقم يعني مدى تنحل برغم وجود مشاريع سكنية لكن هناك تلك في هذه المشاريع أو ليست كافية للعدد المطلوب من الوحدات السكنية لماذا لم تستطع الحكومة حل هذه المشكلة بالرغم أنه وجود محافظات مستتبلة فيها وممكن ننجز مشاريع سكنية بالتأكيد يعني السكن هو عبارة عن سمنت عن حديد عن مواد إنشائية بالفترة الأخيرة الحقيقة العراق استطاع أن يغطي الحاجة السوق المحلية من السمنت ولهزال معدل استهلاك الفرد للسمنت منخفض بالبيئة المحلية مع طبعا زيادة الطلب على السمنت في السكن وغير السكن الحقيقة أيضا مشروع أملاق يفترض أن تبنى مجلس الوزراء بالفترة الأخيرة هو إعادة تأهيل شركة الحديد في محافظة البصرة سيتوفر أيضا الجانب الحديد في عملية الإنشاءات الحقيقة العراق يمتلك يعني مؤهلات أو معدل الأعمار الحقيقة في البيئة المحلية 60% هو في قطاع الشباب فبالتأكيد زيادة الطلب من خلال هذه الكتلة البشرية في قطاع الشباب يمكن أن نستثمرها في زيادة العرض نعت دولة غنية في الشباب يعني بالناحية المجتمعية وقادرين على العمل نعم قادرين على العمل الحقيقة هذه الفئة الشبابية يفترض استثمارها في تخفيض تكاليف العمل في قطاع الإنشاءات الدولة الحقيقة بالفترة الأخيرة يعني نلاحظ مشاريع استثمارية في محافظات مختلفة في قطاع السكن لكن لا تزال الكلف مرتفعة هناك من يبحث عن السكن لكن ليست بهذه التكلفة طيب كيف تقيم توزيع الأراضي السكنية يعني هذا جزء من الحال يعني ممكن أنه نوزع أراضي على الموظفين على المواطنين حتى نحل هذه الأزمة نعم طبعا بالتأكيد توزيع الأراضي سيقلق مشكلة ثانية هي عملية البنية التحتية وإيصال الماء وإيصال الكهرباء وإيصال الطرق فالدولة حقيقة غير قادرة الآن في الوقت الضرف الحالي على توسع في البنية التحتية يفترض توسع في البناء العموجي يعني وليس البناء الأفقي من الممكن يعني النخبة من الموظفين أو من ذوي الدقل العالي يتمتعون بتوزيع قطع أراضي سكنية خاصة يعني في المحافظات التي ترتفع تكاليف الحصول على السكن لكن إذا تسمحني دكتور صفوان ثقافة البناء العمودي أدنى ما منتشرة نعم أي عراقي تسألي يقولك أريد بيت ما غريد شقة نعم أحس أنه أختنق بالشقة متعودين على البيوت الواسعة والحدائق نعم كيف ممكن نغير هاي النظرة على البناء العمودي؟ طبعا بالتأكيد هناك مثل الحقيقة يعني كل شيء يتغير البيئة تتغير الإنسان يتغير الأفكار تتغير علينا أن نتغير كيف نستطيع تثقيف المشتهلك العادي للسكن إن تحول من السكن الحقيقة الأفقي إلى السكن العمودي مع مره الوقت نلاحظ أن كثير من الحوائل هذه عملية التثقيف ما تحتاج إلى أرض واقع نقدم مميزات لهذا السكن العمودي حتى ممكن إحنا نستقطع الكلفة الأقل بالتأكيد هي أفضل مجال الاستقبال في السكن العمودي هو الكلفة الأقل والخدمات الخدمات العمودية يعني هناك حاليا عمارات تنبني ما بها خدمات التي تليق بالسكن العمودي طبعا بالتأكيد تحولنا للقطاع الخاص القطاع الخاص يستطيع إدامة المشروع القطاع العام عندما يسلم المشروع جاهز إلى المستهلك والمشروع لا يدام من قبل جميع الساكنين بنفس المواصفات منهم من يتوسع دون إجازة بناء منهم من يتجاوز على الغير فالقطاع الخاص الحقيقي وفرض عقوبات على المجمعات السكنية وعلى السكان الذي يتجاوز حدود المخصصة له وبالتأكيد تدريجيا التحول لا يمكن أن نتحول مباشرة إلى دولة تؤمن بالسكن العمودي منذ مئات السنين يفترض أن نثقف الناس على الاتجاه نحو السكن العمودي ونوفر خدمات للسكن العمودي أعلى من الخدمات التي توفر للمنازل من حيث تكاليف الاتصالات تكاليف رفع النفايات تكاليف إيصال الغاز إيصال المياه جميع الخدمات التي تحتاجها لمستهلك يفترض أن تتوفر في الوحدة السكنية لكن هناك أيضا تلك في المشاريع السكنية في البناء العمودي الموجودة حاليا ومنها مشروع بسمائي الذي هو لحد الآن مكتمل بالحقيقة مشروع بسمائي باعتقادي أنه الآن وزع كثير من الوحدات السكنية لكن البنية التحتية لإيصال سكان بسمائي إلى قلب العاصمة على الورق الموجودة فيفترض تنفيذها يعني لو كان القطاع الخاص هو المستفيد من الوحدة السكنية يتحمل تكاليف هذا الطريق منذ البداية لشاهدنا أمكانية وصول سكان بسمائي إلى قلب العاصمة في عشرين دقيقة أيضا مسألة الانتشار السكن العشوائي أشار التقرير إلى السكن العشوائي السكن العشوائي أيضا ثقافة أنه عندما يغيب القانون عملية الاعتداء على الأموال العامة تصبح شائعة فيفترض فرض القانون على جميع هذه التجاوزات سواء في قطاع السكني أو غير قطاع طيب هل أنت مع إشراك الاستثمارات الأجنبية في بناء هذه المجمعات السكنية عندي بس ثلاثين ثانية بالحقيقة الاستثمار الأجنبي يستطيع ضمان نوعية الخدمة وتوفير تكاليف لإنشاء يعني إبرام عقود طويلة الأجل لتجهيز المواد الأولية من خلال الشركات المتعددة جنسية نعم شكرا جزيلا لك الخبير المالي الدكتور صفوان قصير شكرا جزيلا لكم والشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعي يكون مئة الحروداتكم إيميل برنامج في الأسبوع المقبل ملفات اقتصادية جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر